ما تيجي كده نستفيد من الجلسة المباركة دي ونقول هي الأيمان أو الأقسام في الفقه الإسلامي كام نوع مين يقدر يفدني في المباركة يعني ايه الأيمان؟ اليمين يحب نتكلم عنه يمين لغو يمين منعقدة يمين غموس باختصار شديد اليمين اللغو هي الحالف من غير قصد يعني إجراء لفظ القسم على اللسان دون قصد يعني نقولهم تاني عشان أنا عاوز نكتبوا يمين لغو يمين منعقدة يمين غموس طيب اليمين اللغو هي الحالف من غير قصد إجراء لفظ الجلالة على اللسان دون قصد الحالف من ما تيجي نعملها في تمثيل كده أو في بروفا قدام الناس فضل الشيخ خالد أقول لك والله ما قدر والله تتفضل والله هنا كله ما سوا والله ما قدر والله أنا مستعجل هنا أجريد اللفظ على اللسان دون قصد الحالف زي ما ييجون عندك ضيفة والله لنتواكل حدت اللحم والله لنتواكل حدت اللحم فإلا أقسم بالله لو كانتها لا أتعب والله ما أقدر فاليمين اللغو يطلق عند الفقهاء على أمرين ما تفضل به أستاذ دكتور هاني أنه أن يجري اللفظ دون قصد أو أن يجري اللفظ اللفظ منعقد وقصد ولكن يتبين خلافه مع انعقاد الصدق فيه نعم لا نفهم الحل البقاء كلام مهم جدا يبقى كده أمرين يا سيدنا الأولاني إيه الأولاني أن يجري اللفظ على اللسان دون قصد ولانية اتفضل والله تعالى والله ده لغو نعم لا يؤخذكم الله لا يترتب عليه أي شيء باللغو في أيمانكم إذن ده لا يترتب عليه شيء فلو أنت قلت الواحد والله أنت وكل حتة اللحمة دي وهو قالك ما أقدرش وفعلا ما كانهاش هل الراجل اللي حلف ده يصوم ثلاثة يام أو يطعم عشر مساكين لا هل يكفر عن اليمين ده لا القسم الثاني أنه أن يجري اللفظ على اللسان بنية الصدق وانا معتقد شيء وانا معتقد بأنه تبين الخطأ وما تبين الخطأ كان قصد يحلف يعني معاك مثلا الدكتورة مضان عمد رأس بقولي أنت معاك الألم تقول لا والله من معايا وبعدين لما روح فجئ بالألم لما روحت فجئت أن الألم في جيبي قال لا الألم ده جزاي أيها صح يا خبر ده وإحنا بنصال العصر الشيخ خارج قال لي خلي الألم ده معاك هل على شيخ رمضان كفارة لهذا اليمين اللي قاله والله العظيم الألم مش معايا الجواب لا هو كان فهم غلط وقال اليمين بناء على معلومة غلط فمعلهوش كفار محتاج نقول للناس يا فضل الشيخ خالد أنه فقهيا في النقطة دي غير شرعيا فقهيا لا كفارة عليك شرعيا بعد إذنك ألل من الحليف لا تجعل الله عرضة لأيمانكم طبعا يعني ألل فإحنا فقهيا بنقولك ليس عليك كفارة إذا جرى اللفظ بدون قصر لا تحلط إلا في حالة الاضطرار الضرورة شرعيا لا شوف الترعان ألا يا جاميلة أوي يا دكتور رمضان أوي أوي يقول إيه واحفظوا أيمانكم الله ينور نعم بلاش الإفراطة في السقطة واللقطة كده واحفظوا أيمانكم هذا هو الأدب الذي نرجوه لمن يتعامل مع اسم الله قلل من الاستشهاد ومن الاستدلال على ما ستفعله بأسماء الله قدر المستطاع احتراما لذات الله